بعد سنوات من القطيعة والتوتر بين أنقرة ودمشق تشهد العلاقات بين البلدين تطورات متسارعة وتقاربا في وجهات النظر حول ضرورة تحقيق المصالحة بين المعارضة والحكومة السورية وزير الخليجية التركي مولود جويش أوغلو كشف مؤخرا عن محادثات مع نظره السوري فيصل المغداد أكد أنه من أجل التوصل إلى سلام دائم في سوريا يجب تحقيق المصالحة الشاملة تصريحات أدت إلى ردود فعل غاضبة في الشمال السوري فهل يشكل التقارب بين دمشق وأنقرة منعطفا في تطورات الأزمة السورية؟ تحركات شعبية واسعة أعقبت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شووش أوغلو أكثر من 36 نقطة تظاهر شهدتها المناطق السورية الشمالية التي تسيطر عليها فصائل معارضة لدمشق وموالية لتركيا كأعزاز والباب وعفرين وجرابلوس وغيرها وللمرة الأولى لم ترفع في تلك المناطق الأعلام التركية بل أتت منددة بتصريحات وزير الخارجية التركي الذي دعا إلى مصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة وكان شووش أوغلو قد كشف عن جراء محادثات قصيرة مع نظيره السوري فيصل المقداد اعتبر فيها أن تحقيق مصالحة بين المعارضة والحكومة في دمشق بات ضروريا للوصول إلى سلام دائم لكن التصريح التركي لم يعني تراجع أنقر عن الضربة العسكرية المرتقبة في الشمال السوري إذ شدد تشووش أوغلو خلال لقائه المقداد على ضرورة القضاء على من وصفهم بالإرهابيين تصريح يزيد من قلق وتخوف الفصائل الكردية من أن تأتي المصالحة أو التقارب على حسابها هي خطوة قد تمثل تحولا استراتيجيا في الموقف التركي تجاه سوريا أنقر التي كانت منذ بدء النزاع السوري من أبرز الداعمين للمعارضة السورية سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا فيبرز السؤال حول التوقيت والدلالات مراقبون يعتبرون أن الخطوة التركية تأتي أولا بضغط روسي وثانيا نتيجة للملفات الضاغطة التي تواجهها حكومة إردوغان داخليا إضافة إلى الملف الاقتصادي وملف اللاجئين السوريين غير أن سكان الشمال يرفضون قطعا أي تطبيع مع الحكومة السورية رافعين شعارات لن نصالح بوجه دمشق وأنقراء على حد سواء هو تواصل بشقه الأكبر أمني ولكن قد يكون فاتحة الطريق الأساسية للتواصل السياسي بين البلدين بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أغلو دكتور أغلو أهلا بك معنا في حوار الرادار كيف تنظر إلى ما يقال أنها بوادر تقارب حقيقي بين أنقراء ودمشق هل تأتي تصريحات وزير الخارجية تركي في إطار تصريحات الدبلوماسية أم أنها خطوات جدية لعمل تقارب وما دلالات حتى توقيت هذه الخطوة سعتي مسان سيد السابيح وجميع المشاهدين طبعا يجب التأكيد على عدة نقاط أن تركيا هي من تحملت العبئ الأكبر دوليا جراء الأزمة السورية وقامت بما يجب أن تقوم به وزيادة أولا ثانيا تؤكد تركيا على أنه لا تزال تدعم حقوق الشعب السوري في ثورته وتميز ما بين الإرهابيين الذين يجب تطهيرهم وما بين المعارضة المعتدلة المسلحة وهذا ما أكده رئيس أردوغان لنظيره بوتين صحيح أن هناك ضغوطات روسية على تركيا وهذه الضغوطات ليست بالجديدة سواء كانت روسية أو إيرانية في محاولة منهما للضغط على أنقرة للتقارب مع دمشق ولكن الرئيس أردوغان يفضل وهنا يجب النظر إلى التعابير والألفاظ الذي اختارها وزير الخارجية مولوتشا وشغلوه عندما قال أن الرئيس أردوغان فضل أن يكون التواصل ما بين أنقرة ودمشق عبر المسلك الاستخباراتي والأمني هذا يعني أن تركيا وبعد كثير من العوامل سواء على مستوى السوري وتقاعس المجتمع الدولي وعدم الجدية بإيجاد حل حقيقي وشامل للأزمة السورية بشكل خاص أو حتى بعد فشل ثورات العربي بين المزدوجين بشكل عام لا يمكن أن تبقى تركيا والتي هي في تماس مباشر أكثر من 900 كم مع سوريا وإرهاب أولئك الفصاليين يؤرق الأمن القومي التركي وتزداد وتيرة تلك الهجمات ضد تركيا وبالتالي يعني أفهم ممكن له لهذه الأسباب ستتخلى تركيا عن الفصائل المسلحة التي تقوم بدعمها في الشمال السوري والتي هي ممتعدة ورافضة لأي فكرة تقارب مع دمشق لا لا تصريح وزارة الخارجية أكد أن الإرهابيين الذين تصفهم دمشق في نظر تركيا هم معارضة معتدلة وبالتالي لا يمكن أن نجعل كل من هم في الشمال السوري من القاعدة من تنظيم تنظيمات إرهابية متطرفة ونضعهم في جعبة واحدة وفي كفة واحدة مع المعارضة المسلحة المعتدلة هنا فرق ما بين الرؤية التركية وما بين رؤية روسيا والنظام للأمر البوصلة التي تحرك السياسة الخارجية التركية اليوم هو الداخل التركي المعارضة التركية داوما ما تلوح للمواطن التركي ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية لم تشهدها الدولة التركية الحديثة منذ مئة عام تقريبا مفصلية تحاول المعارضة أن تضغط على الناخب التركي وأن ترسل رسال وهذا ربما أقنعت به في شريحة ليست بالقليلة من الشعب التركي أن سبب الأزمة الاقتصادية وسبب ما وصلت إليه الأمور داخليا وهذا الاحتقان الاجتماعي كله بسبب أولئك اللاجئين السوريين وبالتالي ربما يبدو لي أن المدقاء كان قد كان أسر ولكن الجانب التركي استفاد أيضا من ورقة اللاجئين دفع بها أكثر من مرة بوجه الاتحاد الأوروبي هنا نتسال عن السبب الذي دفع تركيا لتلويح بورقة اللاجئين لعدم التزام الاتحاد الأوروبي بما تفق به مع تركيا هذا موضوع منفصل اليوم المعارضة التركية تحاول أن تضغط على المواطن التركي وتريد الحكومة التركية أن تسحب هذه الورقة من المعارضة لعدم استخدامها تقول المعارضة هنا في الداخل التركي عندما نصل إلى الحكم إذا استلمنا الحكم سوف نقوم بالتواصل مع النظام السوري وسوف نعيد السوريين إلى بلادهم اليوم الحكومة التركية لكي تفرغ هذه الورقة من محتواها تقوم وتؤكد على ما تم اتفاق عليه على طول مؤتمر لقاءات أستانة بأنه يجب أن يكون هناك تشارك ما بين المعارضة وما بين النظام في الحكم لكن تركيا لا يمكن أن تبقى هي من تدافع عن السوريين أكثر من السوريين أنفسهم هذه الحسابات الداخلية الخالصة التي تتحدث عنها وإن سلمنا أن الحسابات بالنسبة للجانب التركي هي حسابات داخلية إلى أي درجة ستشكل منعطفاً قد يكون خطير في علاقة أنقرة مع الفصائل السورية المعارضة في الشمال السوري هذا في المبدأ في المنظور القريب والمرئي لا يبدو أن يكون اختلافاً كثيراً أو تغييراً فيما يتعلق بدعم تركيا للمعارضة المعتدلة السورية ولا يبدو لي كذلك أن تكون الخطوات سريعة مع دمشق رأينا الاستدارة التركية وإعادة ترتيب الأوراق في السياسة الخارجية مع مصر ولكن حتى هذه اللحظة لم نشهد تلك الخطوات المأمولة ما بين الجانبين هذا عن موضوع العلاقة ما بين كل من تركيا ومصر فما بالك عن العلاقة ما بين كل من أنقرة ودمشق الأمر أكثر تعقيداً أكثر حساسية تفريعاته كثيرة تعقيداته أكثر سواء في الشمال السوري بشكل خاص أو حتى في عموم الجغرافية السورية أو حتى في الداخل التركي لذلك تحتاج تركيا بالفعل إلى دعم سياسي من الدول الفاعلة في الملف السوري لكي يقوموا بالوصول إلى حال شامل لكل الجغرافية السورية تتحدث عن دعم من الجانب الإيراني والجانب الروسي يعني اللاعبون في سوريا هم تركيا إيران روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك لاعبون أساسيون إيران أنا في قراءتي هي لاعب ثانوي وليس أساسي إلا من خلال ميليشياتها الميدانية ولكن اللاعبين الأساسيين الكبار هم تركيا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تسعى إليه تركيا بأن تصل الأمور السياسية إلى حل شامل وكامل لأزمة السورية ليخفى الضغط عليها في الداخل التركي من جهة وليكي يكون هناك بالفعل استقرار للجغرافية السورية وتعود العلاقات ما بين كل من سوريا وتركيا في النهاية الجغرافية والتاريخ يحكمان البلدين أي أن كانت الحكومات وبالتالي لا بد من إيجاد حل سياسي شامل لكل هذه الأزمة ولكل تفرعاتها وتفرعاتها ربما تكون أصعب وأثقل وأكثر ثمنا من الملفات الأساسية والخطوط العريضة نحن نعلم أن هناك عمليات إرهابية بخطط لها في الداخل التركي أمس أمس الداخلية التركية يعني على كل سنتابع كيف سينعكس هذا الأمر حتى في سوريا على المفاوضات الأخيرة بين دمشق والإدارة الذاتية والتي كانت تهدف بالأساس لعمل اتفاق سياسي وتفاهم لمواجهة التهديدات التركية بحسبهم على كل من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا لك